اهلا بكم متابعة في الجولدوتكم معاكم امير عبدالحليم الف مبروك على تأهل منتخب مصر والولمبياد توكيو 2020 خلاص التأهل كده اصبح رسميا مصر ان شاء الله في توكيو 2020 الصيف الجاي بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية اللي هتجمعنا ان شاء الله بمنتخب كودفوار طبعا احنا عايزين البطولة البطولة على ارضنا الجمهور كان رائع جدا النهاردة في مباراة السيمي فاينال داد جنوب افريقيا لكن اكيد الهدف الاكبر تحقق والتأهل للولمبياد ان شاء الله دلوقتي نبص للهدف التاني وهو الفوز بالبطولة والتتويج بالبطولة والاحتفال طبعا مع الجماهير اللي هتمل استاد القاهرة زي ما شفنا النهاردة كالعادة منتخب مصر الولمبي بيقدم اداء ممتاز جدا واداء راقي بينسينا اللي شفنا مبارح من منتخب مصر الاول في التعادل المخيب للامال مع جزر الكمور سفر سفر كلنا شايفين لما يبقى فيه فوز كبير وبيبقى فيه اداء مقنع بيبقى لينا نفس ان احنا نتكلم وليه نفس ان احنا نشيد باداء اللاعبين وليه نفس ان احنا نتكلم عن الكورة بشكل عام لكن مبارح بصراحة كانت نفسنا مسدودة يعني ما كانش حد عايز يتكلم في الكورة وما كانش حد كان فاهم اصلا اللي بيحصل في الملعب ده ويعلقته بالكورة لكن النهاردة منتخب مصر الاوليم بالحقيقة بيقدم نفس اللي بيقدمه من اول مباريات البطولة بعيدا بقى عن المستوى الفني العالي بعيدا عن الاسماء اللي بتقولنا ان فيه مستقبل كبير جدا للكورة المصرية مع النجوم دول الحقيقة الروح اللي بيلعب بيها المنتخب ده غيبة عننا من فترة طويلة يعني فعليا النهاردة انت بتتفرج على الماتش حاسس مش حاسس متأكد ان جول الفوز حييجي احنا الشرط الاول ما كانش احسن مستوى لنا الشرط الاول ما كانش افضل مستوى بيقدمه منتخب مصر اوليمبي لكن وانت بتتفرج سواء كنت في الاستاد او سواء كنت تتفرج في التلفزيون على الاهواء في البيت انت واسق ان الجول جاي جاي بشكل عامل ازاي بس هو جاي وبعد الجول الاول ما جاي من ضرب الجزاء انت برضو متأكد واسق ان فيه جول تاني وفيه جول تالت الكلام ده بقوله رغم ان هداف البطولة مصطفى محمد اللي المهاجم اللي كل الناس مستنيان هو يسجل ما كانش في افضل حالاته النهاردة فانت مستني رمضان صبحي يسجل مستني عبد الرحمن مجدي يسجل مستني احمد فتوح مستني عمار حمدي مستني اكرم كريم العراقي اي اسم من دول قادر ان هو يسجل جول لمنتخب مصر فانت حاسس براحة وقاعد بتتفرج بتستمتع بالاداء والروح الموجودة في منتخب مصر الاوليمبي دي الحقيقة كنا فقدناها من فترة طويلة جدا يمكن مع اعتزال الجيل الكبير لمنتخب مصر اللي فاز بتلت دورات او تلت بطولات جأس هم افريقية ما عشناش الاحساس ده من بعده ما بقاش عندنا نفس الثقة الموجودة زي اللي احنا منشوفها دلوقتي مع منتخب مصر اوليمبي فاحنا بنحييهم وبنشكرهم على انه هم رجعوا لنا الثقة دي في منتخب مصر رجعوا لنا الفرحة تاني ان احنا نفرح لما منشوف منتخب مصر بيكسب في ظل الصعوبات اللي احنا منشوفها مع منتخب مصر الاول وفي ظل تراجع الاداء من بعد ما وصلنا كاس العالم 2018 وقلنا بقى خلاص الحمد لله العقدة انزحت وتفكت واللي جاي كله بقى انبساط وكله مفترض انه هو يكون تطور في المستوى لكن احنا بنرجع خطوات لورا اسوأ حتى كمان من اللي كنا فيه مع هبتور كوبر فمنتخب مصر القولينبي بيعود ده خلوني اتكلم معاكم كده في كذا نقطة او كذا ملمح ظهر في مباراة مصر الاوليمبي النهاردة ضد جنوب افراكيا الحقيقة بعيدا عن الفوز الكبير فحنا كان لازم نشير ان منتخب مصر الاوليمبي لما دخل المباراة دي كان فيه تهديد ان منتخب جنوب افراكيا هو المنتخب الوحيد اللي ما استقبلش اي اهداف في البطولة الحد دلوقتي فكان نوع من انواع القلق من قوة دفاعهم طبعا مع النهاردة ان مصطفى محمد ما كانش في الموت شوية ما كانش في مستواء اللي شفناه فيه مباراة المجموعة كان فيه نوع من انواع القلق من قدرة منتخب مصر على التسجيل لكن الحقيقة ان رمضان صبحي وجوده في الجنب الشمال وتركيزه على ان هو يبقى موجود في الجنب الشمال ما بيروحش الجنب اليمين زي ما كان بيحصل في الشوت الاول ده مهم جدا لانه عمل جبها قوية جدا مع احمد فتوح رمضان صبحي بيبقى قادر ان هو يضم بالعمق براحته بيبقى قادر ان هو عنده القدرة على ان هو يصنع لمصطفى محمد او ان هو يسجل بنفسه فده بيدي شراسة هجومية اكبر طبعا مع وجود احمد فتوح اللي دايما بيعمل اوفرلاب معاه علشان يستلم منه الكورة وفتوح بعدها يرسل عرضية بقى لمصطفى محمد او حتى هو شخصيا يتواغل لمنطقة الجزاء احنا كنا منشوف ده في الماضي فاحنا كان عندنا جابهة نارية بوجود رمضان صبحي واحمد فتوح ممتاز جدا من كابتن شوقي غريب ان هو سبت رمضان صبحي على الجنب الشمال وزي ما شفنا تصريحاته بعد المباراة ان هو طلب منه اكتر ان هو يتواغل في العمق في الشروط التاني لان ده ما كانش بيحصل كتير في الشروط الاول على الجنب التاني عبدالرحمن مجدي احنا كلنا كنا نفسنا نشوفه اساسي لان الحقيقة ان هو كان انسب للعب الدور ده هو اللي بيقدر يلعب دور الجناح بشكل كويس جدا فبالتالي ده مركزه وطبيعي جدا ان ده يؤتي بثماره بعد كده ان هو عامل جابهة كويسة جدا مع كريم العراقي وبيسجل النهاردة جولين تقريبا بنفس الطريقة اللي بيتواغل بها رمضان صبحي لداخل منطقة الجزاء فده واضح انها تعليمات فنية ان عبدالرحمن مجدي بينطلق بالكورة بيتواغل جوا منطقة الجزاء بيحاول في الاول ان هو يدي اسست للمهاجم الموجود داخل منطقة الجزاء ولما الكورة ما بتوصلش بترجع له علشان يسدد ويسجل الهدف التاني والهدف التالت برضو بمهارة فردية منه وبمساعدة حارس جنوب افريقيا اللي النهاردة ساعدنا كتير الحقيقة تسديدة بتمر من حارس جنوب افريقيا بشكل غريب وبتسكن الشباك علشان يكون الهدف التالت فانت هنا عندك تنوع هجومي دي النقطة او الملمح الاول لمنتخب مصر القولين بالنهاردة هو التنوع الهجومي الموجودة عنده ان انت قادر ان انت بتسجل بمصفة محمد هدف البطولة وقادر ان انت تسجل عن طريق الجناحين بمساعدة طبعا البكين احمد فتوح وكريم العراقي اللي عمله النهاردة مباراك وايسة جدا طيب النقطة التانية اللي عايزين نتكلم عنها هو الدول الكبير اللي قدمه الحقيقة عمار حمدي في منتصف ملعب منتخب مصر عمار حمدي خدمان افزا ماشا رغم ان هو مسجلش النهاردة لكن عمل مباراة كبيرة جدا في خط الوسط والحقيقة بعيدا عن قدرته على صناعة الالعاب لان دي احنا عارفينها وهو مميز بها ان هو قادر ان هو بيصنع الفرص بشكل كويس جدا بحكم مركزه وهو كمان لعب مهاري لا هو كمان استرجع الكرة كتير جدا لمنتخب مصر النهاردة فده اكيد كان دور بيقدمه في خط الوسط اللي كان ناس بتشتكي من ان هو مش بيلاقي الدعم الكافي من المهاجمين فبيظهر دايما خط وسط منتخب مصر يعني سهل جدا اختراقه لا النهاردة عمار حمدي الحقيقة عمل دور كبير جدا مع اكرم توفيق في خط وسط منتخب مصر علشان يبقى في حرية لرمضان صبح وعبد الرحمن ما اجد ان هم يعملوا مهامهم الهجومية بشكل مثالي وفي المقابل احنا مشوفناش فرص خطيرة لمنتخب جنوب افراقيا النقطة التالتة اللي عايز اتكلم فيها معاكم هي اشتراق الجيل ده من اللاعبين للجمهور اكيد اكيد كلنا خدنا بالنا من كذا لقطة بتيجي على اللاعبين وهما بيشاوروا للجمهور ان هما يعلوا صوتهم تحس ان اللعيبة دي بتشوف اللقطات دي في التلفزيون وعايز ان هي يبقى عندها فرصة انها تعملها بس طبعا لانهم هما في النهاية لعيبة محليين فما بيلعبوش في وجود الجماهير فتحس ان اللعيبة نفسها بتلعب باستمتاع في وجود الجمهور وجود الجمهور اثر بشكل كبير على اداء منتخب مصر النهاردة لما كانت الامور متأزمة ولما كان الحقيقة يعني منتخب جنوب افراقيا عامل جيم دفاعي كويس كان منتخب مصر بيستغل قوته او بيستمد قوته من الجمهور لان الجمهور كان بيمثل ضغط كبير جدا في كل كرة كنا منسمع صوت الجمهور في كل فرصة كنا منسمع صوت الجمهور اعتقد ان حتى كمان ضربة الجزاء اللي سجل منها منتخب مصر الجول الاول والليها فعليا مش ضربة جزاء لان الكرة كانت او لمسة اليد كانت من خارج منطقة الجزاء لكن دور كبير لعبو الجمهور فيها لان الحكم في وجود العدد الكبير ده من الجمهور ومع الضغط الجماعير بيكون صعب عليه انه هو ياخد قرارات حاسمة ضد صاحب الارض فالحقيقة ان الجمهور النهاردة عمل دور وشكل ممتاز جدا ان شاء الله نشوفه في المباراة الهائية انا عايز اقول لكم جماعا ان المباراة الهائية هتكون اللي عايز يشتري تذكر الماتش الحضور مش هيبقى بالتذكر بس هيبقى كمان بالفان اي دي بناء على بيان نزلته وشركة بريزنتيشن بعد المباراة فناخد بالنا علشان اللي عايز يحضر الماتش جاهز من دلوقتي نفسه انه هو لازم يستخرج 2000 اي دي من موقع تذكرتي فوجوده جمهور مهم مهم ليه منتخب مصر ومهم برضو علشان بيحط ضغط على المنافسين زي ما قلتلكم النهاردة حتى كمان واحنا كسبين تلاتة سفر لما بيجي الكورة مع مع لعبي منتخب مصر يتلاقي اللاعب عمال بيشاول الجمهور انه يعلي صوتهم احنا كسبانين تلاتة سفر بس تحس ان اللاعب نفسه وحشوا الاجواء دي او هو اصلا ممكن يكون في مسيرته كلها معاش الاجواء دي لان احنا للاسف بنلعب مباريات الدوري من غير جمهور من فترة طويلة فدي نقطة مهمة جدا احنا لازم نتكلم عنها النهاردة الجمهور مع احترامي للجمهور اللي كان بيحضر في مباريات كأس الأفريقية للكبار لكن جمهور النهاردة مختلف تماما جمهور النهاردة صوته واضح انت بتتفرج في التلفزيون سامع صوته كويس سامع صوته مع كل لمسة للعبي منتخب مصر سامع صوته مع كل قرار الحكم بيتخذه سامع صوته مع كل هجمة المنتخب جنوب افريقيا عشان يعمل عليهم ضغط هو ده الجمهور اللي فعليا بيحرك اللاعبين لقدامه بيحرك منتخب مصر لقدامه طيب النقطة الأخيرة من مكسب النهاردة انا بشايفة انها مهمة جدا دلوقتي منتخب مصر في مرحلة التأهل للنهائي وقبل موجهة كود دفوار فاز على مالي وعلى غانا والكاميرو وجنوب افريقيا اللي هم فعليا بعد سنوات حيمثلوا قوام المنتخب الاول بنفس طريقة المنتخب الاوليمبي دلوقتي ان هو برضو منتخب مصر الاوليمبي حاليا والعناصر الموجودة فيه بعد سنوات ويمكن حتى من بعد المشاركة في اولمبياد توكيو حيمثلوا عناصر وقوام المنتخب الاول ده بيمنحك ميزة اضافية وانا شايف ان هي منها نفسية ومعنوية اكتر ما هي فنية ان انت في النهاية بتتغلب على منتخبات فعليا هيكون المنافسين الابرز لك في القرى بعد السنتين ثلاثة فان مكسب النهاردة وان انت كمان تكمل وتكسب البطولة على ارضك حيدي عناصر المنتخب الاوليمبي خبرة كبيرة وحيديهم افضلية معنوية على لعبي المنتخبات التانية اللي زي ما قلت لكم حيبقوا منافسينة بعد كده على التأهل لكاس العالم وعلى كاس الافريقية للقبار فانت فعليا انت مستفيد بان البطولة دي على ارضك مستفيد بالحضور الجماهير الكبير والدعم الكبير اللي لقى منتخب مصر النهاردة وفي المباريات السابقة مستفيد من تتويج منتخب مصر ان شاء الله بالبطولة على حساب منتخب كودفور كل دي ميزات انت فعلا ممكن تعددها وتتكلم عنها بثقة كبيرة ان هي حتكون مكاسب حيجنيها المنتخب الاول ان شاء الله في وقت التصفيات كاس العالم 2022 واللي نتمنى ان ما يكونش الاداء فيها مشابه للاداء اللي شفناها ضد كينيا وجزر الكمر انا مش عايز ارجع واتكلم كتير عن اللي حصل ضد كينيا وجزر الكمر بس الحقيقة يعني ان اللي شفناه كان حاجة مش مفهومة خصوصا ان الناس كتيرا انتقدت على سبيل المثال مكافئة الاتحاد المصري بستين الف جنيه لكل اللعب في حالة الفوز على جنوب افريقيا انا مددق جدا بقى ان اللعبة وهي معاها مكافئة ستين الف جنيه برضو ولا قدموا اداء ولا كسبوا جزر الكمر طب يا جماعة انتوا كنتوا عايزين ايه يعني ايه اللي ممكن نقدمه لكم يديكم روح علشان تلعبوا على المكسب ضد جزر الكمر وهو منافس ما احترامنا لي منافس مش يعني مش من اسماء المصنفة في القارة فانا مش فاهم احنا ممكن كنا نعمل ايه المنتخب مصر الاول علشان يلعب بروح مش عارف ممكن يبقى فيه ايه حوافز اكتر ما هو شايف الدعم المنتخب مصر الاوليمبي اللي بيحقق انتصارات وبيحقق مشوارة عظيم جدا في كهازهم الافريقية مكافآت ومتاحة جهاز فني جديد ومتاح فانا مش فاهم ايه اللي ممكن يكون دافع للاعب في منتخب مصر الاول اكتر من كده علشان يحقق الفوز وعشان يلعب بروح حتى كمان بلاش يحقق الفوز ان هو حس فعليا ان فيه امل في الجيل ده من اللاعبين حاجة فعلا مش مفهومة في نفس الوقت يعني انت برضو ما تقدرش تقيم تجربة الكابتن حسام البادر الحدي دلوقتي انا فاهم ان الناس غطبانة جدا وان الناس زعلانة جدا وده منطقي كلنا غطبانين وكلنا زعلانين بس هل يمكن تقيم تجربة الكابتن حسام البادري من ناطشين اعتقد لا اصعب يعني احنا ممكن ننتقد ممكن نطالب بتغييرات لكن ان الامر يصل للمطالبة برحيل مدير الفني فاحنا كده فعليا ما عملناش حاجة هو بس انا بشوف ان يمكن حق هكتور كوبر بيرجع له دلوقتي لان هكتور كوبر رغم ان كلنا يعني كنا مش معجبين بطريقة اللعب لكن في النهاية هو كان دايما بيبرر بان ان ده المتاح في الجيل الحالي من منتخب مصر كانت الناس دايما بتنتقدوا ان لا المنتخب قادر يقدم كرة هجومية وان الاسماء قادر ان يتقدم كرة حلوة الحقيقة ان بعد الراجل ما مشي رغم ان هو حقق التأهل لكاس العالم بعد غياب 28 سنة ورغم ان هو تأهل لنهاية كاس واما افريقيا 2017 بعد 3 دورات من الغياب لان في النهاية رحل ومع خفير اجري خرجنا من دور 16 في بطول على ارضنا ومع الكاتن حسام البادري المنتخب مش بيقدم كرة حلوة ولا حاجة فمن الواضح ان فعلا احنا عندنا مشكلة في الجيل ده من اللاعبين وهي ده امكانياتنا فمهم جدا ان احنا دلوقتي لما نيجي نقيم نقيم على اللي وصلنا له مش نقيم على تاريخنا صحيح احنا المنتخب اللي فاز بتلت بطولات كاسة امم افريقيا متتالية لكن ده كان خلاص اصبح من الماضي اصبح من التاريخ دلوقتي احنا بنبني جيل جديد بنبني فريق جديد مع هكتور كوبر كنت شايف ان قطع ناشوت كبير من البونة وكان من افترض ان هو يعني على الاقل على الاقل المدرب اللي ييجي بعده يواصل البونة على لوحة اقل لكن طبيعي او ده المعتادين عليه في الكرة المصرية المدرب لازم ينسف شغل اللي اتعامل قبله فكانت النتيجة في النهاية ان احنا دلوقتي عندنا امل اكبر في المنتخب الوليمبي من المنتخب الاول اتمنى النتائج تساعد الكابتن حسام البدري في الفترة الجاية مستنين لحد شهر مارس وبداية التصفيات كأس العالم هنفضل طول الفترة دي من غير مباريات رسمية فانتمنى ان شاء الله ان الفترة دي تساعد كابتن حسام البدري على ان هو يوصل للحل اللي احنا محتاجينه علشان نخرج من كابوت المنتخب الاول طيب هستقبل دلوقتي بقى اسئلتكم وتعليقاتكم في اللايف هنقراها سوا اللي عنده سؤال ياريت يكتبه لنا عشان نقراها سوا وبرضو التعليقات هنقراها اشتركوا في القناة زياد صبح بيسأل بيقول ممكن يا كابتن لو كان الكوتش طبعا شوي غريب نزل احمد ياسر ريان كان يبقى افضل مع مصطفى محمد في خط اليجوم طبعا احمد ياسر ريان ظهر بشكل كويس جدا في اللي لعبها هو اللي منحنا الفوز على غانا هو بديل ممتاز جدا لخطة الكابتن شاوي غريب لكن في النهاية كابتن شاوي غريب النهاردة نزل صلاح محسن علشان يبديله يعني فرصة رغم ان احنا كونا خلاص كسبانين اثنين سافر لكن يعني من المفترض ان انت بتدي برضو خلاص عايز تجاهز كل عناصرك مش حتدافع خلاص المطشي اعتبر انتهى فكانت فرصة كويسة لصلاح محسن ان هو ينزل النهاردة خصوصا ان هو من بداية البطولة مش في احسن حالاته في النهاية هي امور فنية مش بتؤثر بالسلب على مصلحة المنتخب مصر الولمبي واحمد ياسر ريان ممتاز زيه زي صلاح محسن نتمنى منه من شاء الله انهم يكونوا عناصر اساسية في التتويق بالبطولة يوم الجمعة ضياء الدين بيقول المفروض الفريل الولمبي يتم تطعيمه بثلاث الى خمس لاعبين من الكبار ويلعبوا باسمه منتخب مصر الاول consistى ضياء الحقيقة المنتخب الاول لاسوا من 3 عناصر لما ادخل معاكم اقول انه منطخب مصر الاول لعلب في już12 انتمنى ل Bang, لا feeling ، انه منطخب الاول هو اللي محتاج عناصر من المنتخب الولمبي هو تعبير بس يمكن يكون مبالغ فيه شوية بسبب يعني احساسنا بالغضب من المنتخب الاول لكن يعني اعتقد انه ممكن تكون العناصر اللي محتاجها منتخب مصر الوليمبي دلوقتي لو خلاص خدوا بالكوا جماعة احنا دلوقتي في شهر 11 الوليمبيات ان شاء الله في شهر 7 في حاجات كتيرة قوي بتتغير في فترة الشهور دي بس لو النهاردة هنختار ثلاثة اعتقد انه كلنا متفقين ان احنا محتاجين لعب ارتكاز ومحتاجين حارس مرمى مع محمد صلاح كريم محمد انا نفسي تقول للناس اللي خلطوا الكرة في مصر استثمار حسب يا الله ونعم الوكيل كريم الكرة استثمار في العالم كله مش في مصر بس بالعكس احنا امكان متأخرين اصلا في دخول سوء الاستثمار في كرة القضاء محمود شريضح بيقول ليه ادام منتخب مش في الشروط الاول كان مختلف عن الشروط التاني يعني هي مش مش مشاكل بس يعني في النهاية انت لما بتيجي تقيم بتقيم الاداء ككل هل منتخب مصر الاولينب في كل المشارك كان في الشروط الاول سيء عن الشروط الاول اعتقد ان ده تعبير مبالغ فيه شوية يمكن النهاردة ما كانش الاداء في الشروط الاول زي الشروط التاني لكن ده عادي يعني في النهاية انت برضو نازل قدام منافس بيحاول انه هو يقفل خطوطه لانه عارف انه بيلعب ضد صاحب الارض والجمهور والمنظر في الملعب طبعا كان يعني يرهب اي منافس فبالطبيعي ان انت بتلعب ضد منافس مقفل خطوطه بشكل كويس صعب ان انت تختار اتباعاته لكن في الشروط التاني ومع تعليمات الكابتن شوقي غريب الحمد لله قدرنا نحن نكسب 3-0 يعني مش واحد بس اسماعيل خليفة بيقول لي شايف ان الدعم دلوقتي بقى ناحية المنتخب الاوليمبي اكتر من المنتخب الوطني وهل فعلا المنتخب الاوليمبي يستحق كل التفاعل ده او اسماعيل شكلك ومتفرجش على مطشط البطولة يعني هو الفكرة مش دعم رايح لحد على حساب حد وطبعا المنتخب الاول مع نتائجه الناس متضايقة حسب غضب في المقابل منتخب مصر الاوليمبي في نفس الوقت بيقدم بطولة كبيرة وبيحق نتائج ممتازة وبيحق اربع انتصارات متتالية فطبيعي ان هو محتاج مننا الدعم دلوقتي والدعم كله رايح له لكن مش معنى كده ان هو على حساب المنتخب الاول او الناس حتبطل تشجع المنتخب الاول ترشح مين من المنتخب الاوليمبي انه يكون في المنتخب الاول وترشح مين تلت لعيبة في المنتخب الاول يكونوا في الاوليمبيات السؤال من نادر عاطف الحقيقة ان الاسماء اللي في المنتخب الاوليمبي دلوقتي فيه منها اللي لعب منتخب اول زي رمضان صبحي وزي مصطفى محمد مثلا الحقيقة انا معجب جدا برمضان صبحي وبمصطفى محمد وبعبد الرحمن مجدي ثلاثي الحقيقة ثلاثي هجومي ممتاز جدا ويمكن هو ده اللي كان يحللنا مشكلة العكم الهجومي اللي شفناه المنتخب مصر الاول ضد كينيا وجزر الكومر في اسماء الحقيقة بتدينا امل في بكرة زي احمد فتوح على سبيل المثال اللي كانت الناس بطاعت ان ضمام المنتخب الاول مع خفير اجيري لكن الحقيقة عامل بطولة كويسة جدا كريم العراقي عامل بطولة كويسة جدا الحقيقة ويستحق الاشادة على ما يقدمه الكابتن احمد حسن اللي غير مركزه من صنع العاب لانه هو يلعب على الجناح لانه بشوف ان كريم العراقي ممكن ما بيقدمش افضل اداء ليدي فعيا لما بيلعب باك مع المصري دلوقتي لكن خطة 352 بتساعده اكتر لانه هي بتبقى مطالب بتقديم ادوار هجومية فهو بيبدع حقيقة في تقديم ادوار الهجومية بالنسبة للتلاتة اللي من المنتخب الاول ففي الفترة دي حاليا دلوقتي هختار محمد الشناو طارق حامد ومحمد صلاح عبدو بيقول ما الحل في المنتخب الاول الحل ان احنا محتاجين نصبر لحد شهر مارس نشوف شكل المنتخب ايبقى شكله عامل ازاي ولو ما فيه جديد حصل فاعتقد وقتها ممكن نفكر في تغيير المدير الفني عمر احمد ليه كابتن ان شوي غري ما بيديش فرصة صلاح محسن الحقيقة ان كانت مشكلة صلاح محسن بان هو بيلعب مكان عبدالرحمن مجدي مش بيلعب كمهاجم طبعا مع تقلق مصطفى محمد صلاح محسن محتاج ان هو يلعب كمهاجم مش محتاج ان هو يلعب على الوينج عبدالرحمن مجدي الحقيقة عامل دور كويس جدا مع كريم العراقي على الجابهة اليمين فانت مش محتاج صلاح محسن ان هو يلعب كوينج انت محتاج صلاح محسن المهاجم فطبعا لما كان صلاح محسن بيبدأ في الاول كوينج ما كانش بيقدم افضل حالاته مع مشاركة عبدالرحمن مجدي وزوره بشكل كويس كابتن شوي غريب اعتمد بشكل اساسي على عبدالرحمن مجدي احمد العزب متفق معي بيقول في رأيي ان الثلاثة من الفريق الاول صلاح وشناو طارق حامد عمر السيدة بولمجدي بيقول للمنتخب الاولمبي عشر رجالة ابو ميرنا بيقول صلاح محسن كان لازم ينزل اول الشوت التاني يزن الدهش بيسأل توقعاتك لنهائي امم افريقيا تحت 23 سنة اتوقع تتويج مصر ان شاء الله باذن الله يمكن اخطر اسلحة كودفوار هو يوسف دو اللي سجل النهاردة جولين لكودفوار في غانا وكودفوار اتعدت مع غانا 2-2 ومنتخب كودفوار حسم التأهل في النهاية بالرقلات الترجيح يوسف دو بيلعب فيه سبارتا براج وهو اخطر العناصر الهجومية في منتخب كودفوار لكن منتخب كودفوار مش شايفه بالخطورة او بالصعوبة الكبيرة على منتخب مصر وبالمناسبة هو خسر ماتش واحد في البطولة كان من جنوب افريقيا اللي كسبناها النهاردة مصطفى المصري مبروك للمنتخب وبشكر اللعيبة على الراحة الشديدة تفتكر مين التلاتة اللي هيكون مع المنتخب فوق السن زي ما قلتلك لو اختار دلوقتي اختار الشناوي وطارق حمد ومحمد صلاح احمد ياسر مبروك عبد الرحمن بيقول عمار حمدي قدر يعود السعيد مع المنتخب الاول هي ان عمار حمدي عامل بطولة كويسة جدا وان شاء الله يكون لي فرص مع المنتخب الاول وهو فعلا انضم مع المنتخب الاول قبل كده وظهر بشكل كويس اه في المباراتين اللي لعبهم مصطفى مهران بيقول هل السن حيمنع رمضان وبكى مناصر من المشاركة في الولمبياد لا مش صحيح مختار عبد العالي السعيد المفرودي يا كابتن الجاسك ده كله يمسك الاول ويلعب تصفيات افراكيا وكاس العالم بالاضافة لصلاح وشناوي شكرا لبقى اللاعبين حد بيسأل على معادة المباراة الهائية يوم الجمعة الساعة تمانية احمد عادل بيقول المنتخب الاولمبي افضل من الاول ضياء بيقول احب اواجه شكري لحارس جنوب افراكيا والحكم اه انا سين بيقول اي رايك في طريقة شاوي غريب وادارته المباراة هي ان ان التوجيهات اللي قالها للعبين بنشطين حسمت بشكل كبير جدا المباراة لصالح منتخب مصر فكرة ان رمضان صبح يلتزم بتواجده على الجنب الشمال ويدم اكتر لعمق الملعب مع عبد الرحمن مجد اللي بنفس الادوار الحقيقة عمل لنا تناوع هجومي لان مصطفى محمد زي ما قلت ما كانش النهاردة في احسن حالته طيب هناخد اخر سؤال بقى ناخد خالص من الاخر تحت محمد احمد بيسأل لو مصطفى محمد لاب مهاجم في المنتخب الاول مين افضل كجناح رمضان والله كهربا الحقيقة انا بميل لرمضان اكتر لان رمضان انا بحس ان هو يعني لعيب متأسل صح يعني لعيب صغير في السن لعب مع الاهلي كسب بطولات مع النادي الاهلي خرج للاحتراف في سن بدري جدا ولما ربنا ما وفقوش في الاحتراف رجع على الاهلي وعمل تأثير مع النادي الاهلي في الفترات دي كلها بقى كان بينضم للمنتخب الاول وبيلعب بطولات زي كاس رون الافريقية وزي كاس العالم فالحقيقة ان رمضان صبحي في سن صغيرة اكتسب خبرات كبيرة جدا والنهاردة هو قائد المنتخب الاليمبي وبنشوف تأثيره على اللاعبين والثقة اللي بيديها لللاعبين دايما فرمضان صبحي بالنسبة لي شخصية وحتى بنية جسمانية مختلفة عن كل لعبي منتخب مصر يعني خلونا كده نبص يعني هي مش يعني مش مسخرية من باقي اللاعبين المصريين اولا هي مثلا مقارنة لكن خلينا نبص البنية الجسمانية لرمضان صبحي في مركزه ده مقارنة بزملاء اللي في سنه مقارنة حتى بلعيب المنتخبات التانية في البطولة دي احنا من امتى جماعة كان عندنا بنية جسمانية اقوى من لاعبي المنتخبات الافريقية من ايام بقى عمري ذاك الله يمسي بالخير والجيل ده فعاليا نحن من بعدها كنا قدامه منهارين تماما لو على سبيل المثال تفتكروا مطش مصر والسنغال في تصفات كاسونور الافريقية لما تريزيجي دخل في خناق معلقه مع السنغال فدحك وشاور عليه اللي هو يعني مستقل جسمه من الاخر فالحقيقة ان رمضان صبحي بالنسبة لي يفرق كتير جدا عن اي وينجة حاليا في مصر بفضل سنه الصغير وبفضل خبراته في السن ده وبفضل شخصيته القيادية فرمضان صبحي انا بصراحة هختاره نوع يلعب اساسي دايما سواء في الاهلي او في منتخب مصر الوليمبي او في منتخب مصر الاول شكرا جدا على اسئلتكم شكرا جدا على تعليقاتكم كنت معاكم امير عبد الحليم ان شاء الله نتقابل يوم الجمعة واحنا بنحتفل بالبطولة سوا شكرا